اشتركوا في القناة اجلاء جميع عضاء سفارة المملكة في العاصمة الافغانية كابل وتم وصولهم الى ارض الوطن وهم في تمام الصحة والعافية هذا واجلت عدد من الدول رعاياها في ظل الاضطرابات التي تعيشها العاصمة الافغانية وسط مطالبات اوروبية من عقاد جلسة طارية لمجلس الامن حول الوضع في افغانستان وذلك بعد ان اعلنت حركة طالبان عن سيطرتها على العاصمة الافغانية كابل بعد ساعات من دخولها في وقت سابق اليوم معلنة بذلك عن سيطرتها بل امس معلنة بذلك عن سيطرتها على اخر مدينة رئيسية تسيطر عليها حكومة البلاد وسط تأكيدات مسؤولين حكوميين عن مغادرة الرئيس الافغاني اشرف غني البلاد دون ان يتم تحديد الوجهة وتسد حالة من الفوضى السياسية والامنية افغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابل واجزاء كبيرة من افغانستان يأتي ذلك في وقت اعلن الرئيس الافغاني اشرف غني في رسالة وجهها لمواطني مغادرته البلاد تجنب لاراقة الدماء على حد وصفه من جهتي حثل من العام للامم المتحدة انطونيو جوتريش طالبان وجميع الاطراف الاخرى على ممارسة اقصى درجات ضبط النفس من اجل حماية الارواح وضمان تلبية الاحتياجات الانسانية مؤكدا انه يتابع بقلق بالغ التطور السريع للحالة في افغانستان ودعا جوتريش الى ضمان احترام وحماية القانون الانساني الدولي والحقوق والحريات في البلاد مشيرا الى انه سيخاطب اليوم الاثنين اعضاء مجلس الامن الدولي في الجلسة المفتوحة للمجلس بشأن افغانستان اعلنت وزارة صح عن توفير خدمة اعطاء لقاح كورونا للفئة العمرية سبعين عاما فاكثر في منازلهم وذلك حفاظا على صحة وسلامة كبار السن المؤهلين للتطعيم ووقايتهم من مضاعف عدوى كورونا وكذلك تجنيبهم مشقة الذهب الى مراكز اللقاح للحصول على التطعيم واضحت الوزارة ان هذه الخدمة ستقدم عبر طواقم طبية مؤهلة وبما يضمن توفير الرعاية الصحية لهذه الفئة في اثناء وجودهم في المحيط الاسري مع مراعاة جميع الاجراءات الاحترازية وتطبيق التدابير الوقائية تلقى اكثر من 11 مليون شخص في المملكة الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا ليتجاوز بذلك عدد المحصنين بجرعة لقاح كورونا اكثر من 31% من مجموع السكان وذلك من خلال اكثر من 580 مركزا للقاحات في مختلف انحاء المملكة هذا وتجاوز تعدد جرعات لقاح كورونا المعطى في المملكة 31 مليون وتسعمائة وخمسين الف جرعة اذ بلغ عدد الذين حصلوا على الجرعة الاولى اكثر من 20 مليون وثمانمائة وخمسين الف شخص نبقى الان شهد الكرام مع اخر احصاية فيروس كورونا في المملكة اعلنت وزارة الحج والعمر السمرار ووصول طلائع المعتمرين القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية عقب تعليق المواقع لقبول المعتمرين من الخارج كاجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 وذلك وانسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية حفاظا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن واشرت وزارة الحج والعمر الى انها تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تسهيل قدوم المعتمرين من الخارج وتحديث قائمة دول المسموح بالقدوم المباشر منها الى المملكة حسب المنح الصحي في بلد المعتمر وتطبيقه للاجراءات الوقائية شكرا تابعتكم في رعاية السلام عليكم اشتركوا في القناة